تزاد في المغرب وحكم المافيا الهولندية كان هو أكبر مهري بالحاشيس المغربي إلى هولندا وقدر يغرق أوروبا كلها بالكوكاين الآن تتبون أطعوا مليون أورو لأي واحد عاونه مشتور ودعا ثلاثة عاملية جميلة بشميع الفوحة تشوح كانت عنده معلقة مع المافيا الإيطالية والمكسيكية والكولومبيا وهو زعيم عصابة ملائكة الموت مرحبا بكم معنا في قصة رضوان تشاغي موسيقى في عشرين ديستون عامل ألف وتسعمية سبع وسبعين وجماعة شباب برد يقليم شبشاون تزاد رضوان تشاغي من عائلة فقيرة مادية ويتحسين الوضع لمعدي تشاغي قررت لها إلى تشاغي في ألف وتسعمية جمالين في الهجنة إلى أوروبا وبالضبط إلى أولاندا والآن شيء في العمور تشاغي رضوان تلتسنين وكان يستقرق في مدينة بوتراخت لأن كانت عاملة بالمغابر في ديك الساعة رضوان تلتسنين يدخل من المدرسة كان متفوق في الدراسة وهو يكبر ويكبر مع الحلم وكان الطموح ويحسن الوضع المادة في العائلة ويعيش مزيان ويكون مرتاح في حياته ومن بين الأحلام شيء موضوع كبير واحد النهار أمرت الأب رضوان وقلس في الدار وزادت لحالة المادة في العائلة وضهورات كتر وهذا الشيء ورضوان عنده 17 العام وبدأ يفكر كثيرا كيف يصفو في العائلة وشيء بأن الحياة التي كانت ساكن فيها كان هناك مجموعة المواطر سميتها وهذه المجموعة كانت معناسبة المواطر الكبار وكانت تخدمتهم هي السرقة والتجارة في المخدرات رضوان شايف راسه وستيق المجموعة وهي السبيل الوحيد لكي يصوفي راسه وبدأ يتقرب منه وكيف أشخاص يخدم معه وبدأ معهم السرقة بالخطف يعني يكون غاضي بالمواطر حتى يتباليهم شي هوته ويسرقوه ويهرب يعني يقدروا خدمتهم المهم رضوان كان ناظف خدمتهم وكان يعجبهم بزاق ذلك الشيء اللي يدير وهم قلوا مزيان وقالوا هذا سيعاون نكتر في تجارة المخدرات حيث رضوان كان خدمتهم والتي كانت خدمتهم خلال العصابة كلها تشاق فيه ومن بعدها سيشروني موطور كبير وسيكلفوه يفرق الحشيش في مدينة بوتريخت رضوان شايف راسه وبدأ يحققه أحلام شاعب والموطور الكبير الذي كان يحلم به سترع عنده والفلوس داخل سالة ومن بعد ما دخلت الفلوس كثيرة ستتبلع بالقصائر في الأبواط الدينوية ودائما كان يمشي اليوم ووحد نهار يبدأ باسترع له ووحد أخونا بحالة بغير حقره رضوان لم أعطلوك هذا القرار وعطى عليه على الراس وقالوا دمائته في الفيديو كي أصحاب اليوم رضوان قتل لك أخونا وكي لا يديروا مشكل شدوا رضوان وعطوا البوليز وهنا قد تكون أول شدة وحكموا عليه في سنة 1992 من برشورتها الحبس والتغمة هي الدرب ونجاحه هذا المدر يدوز في الحبس ذات حق ذاته ومن خلته يفكر يرجع من هذه الطريقة وذات غير كراته كيف يطور رأسه وكانت تعرف على مجرمين مغالبة والتافق معهم على يخرجوا أسر العصابة وهو يسلم العصابة البود بوليز ومن فعل دكتشينه قال دوز رضوان ربع شهورتها اتلقى مع أصحاب وبدأوا يشعروا الحشيش وكيف يفرقوا في المدينة وحكم رضوان كيف الأصل المغربي من جماعة جباب برد وهذه الناس هو هذه المنطقة معرفة بزراعة القنة بالإندي رضوان سيشد طريقة من المغرب ويقسم ألف اللحظة لهذه المنطقة ويتتافق معهم كيف يبدأوا يساف طولية الحشيش إلى أولندا في الأول أبدأ بكمية صغيرة وكيف حكم وكيف يدعو السلعة أخرى ستتفرق والطالب ستتزاد وكمية رضوان لا تطالب من المغرب ستتزاد رضوان بدأك يدعو الفلوس بدأك يدعو بلانستو في السوق ستتزاد في أولندا الإدارة أو يبيع بالجملة الذي يزال الكبار في أولندا ومن بعدها بدأت رضوان في تيوانا والجمارك بدأك يدعو من معارف كيف يدعو السلعة وكيف يدعو معه وفي عام 2000 رضوان بدأت عن مغربة في بلجيكو وأولندا وكيف يدعو من السبعينات المهم رضوان بدأت بلانستو ولكن هذا شيء لم يكن كافيه وكيف يدعو وكيف يدعو كيف يطور التجارة ويبدأو ويبدأو بيع الكوكيين في عام 2005 وكيف يدعو رضوان يدعو يتلقى مع بعض الكوكيين وكيف يدعو كيف يدعو إلى أولندا رضوان في حال الديوان وفاهمة واحد صاحبه كانت أصددان في الديوان وقال ليه بلغة أخرى الكوكيين من الكولومبيل وبطبيعة الحال جميل جيد وبالفعل دكشي نوقع العصابة تابعو الحشيش المغربي الكوكيين والكوكيين وهذا الشيء هو اللي ما عليش إعجاب العصابة تابعوا أولندا في حكم السوق تابع الكوكيين وهنا بشغالي يجد طور تابع العصابة رضوان اللي كيسمعوا ملائكة الموت اي واحد يفكي الوقاف في طريقهم كثفيه هذه واحدة كانت تعاون بين عصابة ردوان و عصابة موكر ومافيا حيث ردوان كان عضو في مونت تامر واحدة كله اللي كانوا واقع ردوان مكانش ماروف عن المخابرات في هولندا حيث وخدت باش كان قاسيا كانت حيث توسيه من بق وغير شوية المخالفات تها السرعة توسيها ردوان كبير مواطنة هذه واحدة اللي غادي يعاونه وهي خليه يختم برتاح في واحد اللي وقيته نهت الحرب بين العصابات الهولندي وردوان استغرى هذه الفترة باش يصبح على رأس عصابة موكر ومافيا وفي نفس الوقت تعمل عصابة ملائكة الموت ومخبئ عن مخابرات هولندا وبلجيكا حتى ناضي واحد الصحافي اسمته مارتين كوك وبدأ يكتب على ردوان بشكل يومي وكان اول واحد كي يجب تسميته ولكن تاغين ما عجبوش تلك الشركة كي يكتب عنه مارتين وذا نقيم على الرأس دياله ومنبع ثلاثة محاولات اللي كانوا فاشلين في القتل الصحافي قدروا ملائكة الموت وصلوا عليه 8 ديسمبر 2016 في واحد الباركينج حتى الضار ومن هذا القادر ردوان أصبح هو الاسم الأكثر شداولا عن أقار جرائم القتل اللي كانت نايدة في هولندا ولكن ردوان مكيشف منواله وهو قم سوق على هذا الروينا اللي نايدة له نرجم على الفلوس أقصد كولومبيغ باش يجيب أكبر كمية الكوكيين لأولندا لقع مع المنظمة الكوكيين في كولومبيغ وتفاهم معهم على 40 طون الكوكيين خاصة تنصر لأولندا باش تكون عندكم فكرة طون واحد الكوكيين كيشري تقريبا مليون أورا وكيشتبعه في أوروبا فاصلهم 180 مليون داع الأوروبا وهذا شيء ما بقعت كيخلع صاحب نارد واحد شيء يطريق وحتى الديوان وغادي يبقى معهم حتى يوجدوني السلعة ديال وغادي يخلصها وغادي يرجع في حرب الهولندا وغادي يتلقى مع صاحب الديواني وغادي يقول لي خاصك تحل معي عينك مزيان هذا المرة حيث 40 طون جاية الديواني قني صافي كون هاني حسبها عندك الديواني تمر الطمع وغادي عاية الربعة تعلب زنادة في هولندا جوج من غاربة ورجو هولنديين وغادي يقول لي عندي شي سلعة تعل الكوكيين فهذا ينصرفها وعادي يتفهم ما على التعمق هنا احسن الربعين طون الديواني غادي عاية تليفون وغادي عاية ردوان وغادي يقول لي سلعة تداتي وردوان أنا غادي يدخلو الشك وغادي يقول مع راسو بين كيف سلعة تد بني مي برجك بيش واحد ومشي أحضر مع الديواني وقال لي يرام يمكن شهو قاعدش وديواني لستقاف واحد صاحب وقال لي ذاك صاحب انا أقول يبرجك بيش لقد قادت فيه الشمجة وهو سيفر جميع من الملائكات الموج من العصابة عن الطارة عن ذلك الديواني دخلوا للطار ، قلوا قاسي كتسنوا فيه كوصل الديواني رجب دفرته تشيلوا فيه ركبوا على المواطن وزيدوا في حالا هنا الجنان تلك الديواني سمعوا القرطاص بأنه يخارجوا القوى الديواني غارق في الماياك وما يعطوا البوليس قلوا أنه كان لها واحد جريمة القتل وفي نسلوق سكاون دكنا قتلوه قادوا بسرعة كبيرة عن الموتور وقادوا يشوفهم شي بوليس وقادوا بسرعة كبيرة ويتبعوهم وقادوا يوقفوهم وقادوا يوانوا بكونترول وقادوا يعرفوهم أن الموتور ما عندوش لوراق وبدوك يقلبوا فيهم وقادوا عندهم سلاح ومن يدهوا ومعادي بوستة البوليس بدوك يحققوا معاهم ولكن ما بغوش يادرون خايفين من الرضواء وهنا واحد البوليسي غايلعب ذكي وقادوا يقول له وسوف يسافتكم لواحد البلاثة ويأتيوا واحد ما تعاليكم وهنا واحد في يوم سيقول له الرضوان الثاغل هو اللي نسافتنا وبحكم الرضوان عندو صحابه في البوليس ستوصلوا الخبار في البلاثة وسوف يقول له شيرش ومن اللي عرف هو هذا الخبار عرف بلني ما عندو ما يبقى يدير في هولندا سيمشي لبلجيكا وهذا يدير أول عملية جميل لشي يبقى يعرفوه حتى شي واحد صوبوا وراقه جدا وبقى خطاء من تماما قتل واحد نار ومثلوا عنه رجال شعوب وقالوا عنه الساعة اللي يجبنا من كونونبيغ راكت باعه في هولندا بحكم أن الرضوان كذلك الواحد الرابز معروف بغير السلعة لذلك خشي سلعة جديدة هنا الرضوان يشعر براسه در عبيد ديواني وهذا كل يوم نجيبه عليه وبالفعل ذلك الشلوقة عصابة ملعيكة الموت سيخطفه الديواني ثم سيشعر براسه حتى غير القراثه ومثلوا عنه في بلجيك رضوان سهله قال لي واش عرفتيني الديواني قال لي لا وهنا كانت صدمة قال لي أنا رضوان تاغي وذلك السلعة اللي شفرتيني دابة سيقول لي لما نبعتيها يعني الديواني سيعرف إذا عطار الفرن رضوان سيقتله وهو لم يريد أن يقول لك شيئا وبدأك يعذبه فيه وقال له ما عطارك شيئا وردوان هو يقول لي أنا را ما عدي ما ندير بك نارك تهمني غيفة سلعة ديالي ولما نبعتيها وإذا قلت يا لما نبعتيها ستلقك تمشي عند ولاديك وهنا الديواني سيقعي وهو يقول لي سلعة ديالي لك شيئا على العصابات وهي دومون العصابات اللي شراوة رضوان أعطعي إياكل ورسال الماكلة وترا فيه قتلك هذا رضوان تليفون وقدر مزعيم العصابل الأولى لك كانت شاولان ديالي وقال لي هديك سلعة وقال لي وقال لي الرئيسة العصابة قال لي ما غيرتك وقال لي وقال لي وقال عليه التليفون ماداش 48 عصاب وهذا يلقاه مقتول ومكتوبة ملائكة الموت هذا كان المساج واضح لأي واحد يوقف وجه رضوان التاغي ستكون هذه النياية تاغي من بعد رضوان هو التليفون وقدر مع العصابة الثانية اللي كانت مغربية وقال لي بقيت السلعة ديالي ورئيسة العصابة مغربي وعرف رضوان شنو كي سواء وقال لي ما كانت عارفة ديالي ودعا بقيت خلييني بيع ورجع راس المال ديالي من رباح نعطيها لك ومن بعد رضوان ستتصل بالعصابة الثالثة اللي كانت هولندية وبعد يربعهم نفس اللي حال يدقها مع المغربي وهنا الزعيم للعصابة اللي كان حاسس براس وما بغاش وغيرت نوضح ببيناتهم بين ملائكة الموت وغيرت العصابة ولكي في الآخر يقدروا سفواليهم أنا بقيت ليهم عصابة واحدة لكات حتائية مغريبية بغي يصل معهم انتفاق ولكي بنحكم رئيس تاعم ما بغاش يرد لي السلام وشافنيت كيف اجدار رضوان مع دوك جوج العصابات اللي كان قتل الرؤساء تاعم وهو غادي يغبر وحتى شي واحد ما يعرفو فين كي رضوان غادي اعطيب مكلفة مع ١٠٠٠٠ أورا اي واحد يجيبني الخبار ذي أنو فينكي السمعة رضوان تاغي في القتل وهو عصابتها ونه تسابقها وهو معروف للسائد العالمي ان هولندا شاش ونكي شكلانه وخطر كبير وما يقدروا شدو بوحده عطاو توسي تاو ونهان تيرك بول وصنفوه كأخطر مجرف في هولندا ان هولندا غادي يدرن عملية جميلة تانية ويضرمون عصابتهم لتجدون خبار أنه رضوان محل لكوستاريكا ولكن في الحقيقة هو باقي غرف بلجيكا مخابرات الهوناندية والبرجيكية والأنتيربول قلبوا عليه ولكن حتى واحد من قائلين خبار تصلوا بالمخابرات كوستاريكا ومن قوانوا وهنا صاحب الارضوان بقى خدام ونهان عصابتهم لحشيش الكوكيين يتفرق حتى الوحد هنا يتوصل إلى خبار بأن الرئيس على العصاب الرابع اللي كان فتري الكوكيين جاءوا ركيه في المغرب وبالضبط في مراكش كنتم معاقية العملية اللي كانت بقعت 2017 في القهوة عاماق خيم في مراكش ومات فيها شاب كي قرأت طيب ومديروا وعلوا اللي يبيت دولة برجلية لينفذوا العملية عشدوا من البوليس المغربي قالوا من بات تحقيقات مطونا بأنه دوار التاغل هو اللي مسايفتهم باش يقتلوا من القهوة وانا كده ثقل حتى هذا الشاب من القهوة من اللي شاف من جوج قتال السياح مختلفين وهم ومن القهوة من خيبر في العصابات وعرف كل شيء العصابات ودوك جوج السياح كانوا جنسية تاهم واحد من الدومينيكان وواحد من السيرانيوم عرفهم بأنه مجيز السياح وجنين لقبل شي عملية على القتل غير النادو خرجوا من القهوة ونادخلوا حتى هوا ومن اللي يرجعوا وقعوا على البلاثة في كنجلس جمدوا الفلادة تاهم وطيروا فيه ولكي البلاثة اللي كان مريح فيها من قاش مريح فيها ملقاوة حتى هوانا تخرج وكان مريح فيها الشاب اللي كان قطب لما دير والو وكان راح ضحيت في عملية تصفير الحسابات وانا الدوان وليس يرسي حتى من المخابرات المغربية وما أدرك من المخابرات المغربية انتربون أعطوا مكافأة مليون أورو اللي عاونوا ولكن ما هو اللي سيقدر يبقى بردوان ردوان تاهم سيقدر عميات الجميلة التالتة وسيقدر راقش دات وسيخرج للإمارات ويبقى عايش تماما ويدخل الكوكاين أحتل دبيل بحماية بعض المنظمة المخفية المخابرات المغربية من ساوش وابقوا وضعين وفراسهم وفي ستارج ستمبر 2019 سيجيبوا الخبر بأنه كيف للإمارات وبالحكم النسيق الأمني بين الإمارات والمغرب سيشدو في دبيل مع ثلاثة جارة الصباح لكي نعيش في واحد الفين في دبيل الإمارات يعرفوا بأن ردوان تاهم خطر عليهم وما يسلمون لأولندا من بعد 48 ساعة من يشدو ردوان سيصل لأولندا ويضعه في أكثر السجن مع أكثر السجناء في أولندا في المحاكمة ردوان لا يمكنك يقول لك كلمة من غير أزاكس هو فريق المفتر وهذه سيكون قصة تدوان تالي أكبر مهرب الحشيش المغربي إلى أوروبا وانتجمعك لايك أبوني وانك يجب أن إجعل قصص يبقى تابقوا في الكمنتين شوال قصة ربما تجمع في فيديو الجيء